القصة هذه المرة محزنة ومخيبة للأسف هذه هنا صورة من حادث مرور بالكويت تسبب الحادث في مقتل شخصين وجروح آخرين السائقة إذن كانت حسب السلطات في حالة غير طبيعية وتحول الأمر إلى قضية رأي عام والسبب هذه هي السبب فاطمة المؤمن المتسببة في حادث المرور مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتخصصة في الموضة والتجميل عموما للقصة روايتها الأولى أن فاطمة كانت تقود بسرعة 140 كم في الساعة عندما تجاوزت الإشارة الحمراء وعندها استضمت مباشرة بالسيارة التي كانت تسير وفق ما يقوله قانون المرور وأودى ذلك على الفور بوفاة شخصين والرواية الثانية أن السيارتان تصابقتا وكان الحديث نتيجة لذلك هنا في هذه التغريدة نجد عم أحد الضحايا يغرد بصفتي عم أحد المصابين بالحادث المتواجد حاليا بالعناية المركزة أود لفت انتباه وزير حبيب الشعب الشيخ طلال الخالد الصباح إلى حيلة اللجوء إلى الطب النفسي والدعاء أن الجانية تعاني من مرض نفسي وبالتالي يضيع حق المتوفين والمصابين وأيضا أخو الضحية غردا واسمه عبد الله غردا هذه سيارة الطرف الثاني اللي كان فيها أخوي في حادثة الفاشنستا وأخوي حاليا يرقد في المستشفى على إثر الحادثة حيث أصابته بكسور عديدة بالجسم وثلاث فتحات بالمثانة والكلا وكسر بالحوض ولذلك أناشد وزير الداخلية بمنع تدخل الوسطاء في هذه القضية لإخراج الفاشنستا إذن قال وزير الداخلية الظاهر في الصورة أن التحقيقات ستجري دون أي انحراف عن العدالة آخر التطورات في بيان وزارة الداخلية الكويتية الذي نرى هنا في الصورة نقرأ فيه حبز المتهمة عشرة أيام على ذمة التحقيق ووجه البيان لفاطمة عشرة تهم لنرفع أصابعنا ونحسب معا القتل الخطأ الإصابة بالخطأ القيادة تحت تأثير الكحول تجاوز الحد الأقصى للسرع المسموحي بها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قيادة مركبة برعونة والقيادة بتأمين غير ساري المفعول والقيادة أيضا دون رخص والتسبب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة التعليقات نبدأ بجهينة التي كتبت هذا استهتار بأرواح الناس وأيضا زبيدة كتبت ليه ما فيش في كل عربية عندك بلاك بوكس اللي بيسجل صوت وصورة كل لحظة في السيارة زي في كوريا الجنوبية واليابان ودبي عشان تعرفوا إيه اللي حصل البعض كده طارق كتب من حال للحال في رمشتين موناء علقت الغلطان يتحاسب هي مش فوق القانون ولا هي أحسن من غيرها ليه تكسر الإشارة هي غير البشر حمزة علقة طالما قطعت الإشارة عن قصد فالقتل هو قتل قصد وسترى المحكمة وتنظروا في أمرها